ده كلام مهم جداً لكن أيضاً فيه كلام مهم في الغربال ورغم كده هنجاوبك هو مين وهنقوله خلينا نقول فيها لكن وصيرت اليومين اللي فاتوا قضية اللعب لويس مكسوني لعب الآلي المعار لقابها السعودي كشف تركي مشعان المدير التنفيذي اللي قابها مصير المزنبيق لويس مكسوني لعب الآلي كما ترددت أنباء بشأن اتجاه النادي السعودي للوصول الاتفاق حول إنهاء عارته قال المسؤول السعودي في تصريحات لكورة بلس رويل كومانتس مدرب الفريق حيقيم أداء لويس مكسوني فنياً خلال الأسبوعين الجايين وأوضح المدير التنفيذي لقابها إن الأمر هيعود للمدير الفني لأنه إذا رأى رغبة النادي في الاحتفاظ باللعب وخدماته حيتم رفع تقرير للإدارة وبالتالي حتتواصل الإدارة مع النادي الآلي بشأن مدة الإعارة لو لم نختر الآلي برغبتنا في قطع إعارة اللعب خاصة إن النادي الآلي يرتبط بإعلاقة طيبة مع الأندية السعودية خصوصاً قابها قالك لدينا علم بأن أجانب الآلي كاملين وبالتالي لن نكون سبباً في أن يحدث ضرر بالفريق الأحمر صاحب الشعبية الكبيرة في مصر والوطن العربي ده كلام في منتهى العقلينية والاحترام لا تلم الآخر يعني اللي عايزين ينبشوا في الموضوع ده وكأن الآلي عنده أزمة الآلي ليس عنده أزمة اللعب معار حتى نهاية الموس هم حيعملوا إيه يكمل معهم يعيروا لنادي تاني بس الموضوع باختصار طيب بمناسبة لويس مكسوني كابتن خالد الغندور قالك هو أنا مش من حق يا أسل احنا مش من حقنا نسأل هو لويس مكسوني ده جيب كام ومش بكام تب تسألني ولا هو من حقه يسأل مش كده؟ لا طبعا مش من حقه؟ خالص ليه؟ مش من حقه يسأل موضوع مخصوش اه لو عايز يسأل يسأل على لعيبته بقى اه الخمساشر عشرين اللاعب اللي جموا مشوا وخسايرهم ايه؟ طب ما تخليني قاعد أنا لكن أنا اه هجابه مش عشان ده من حقه هجابه لأنه ده نشكره على هذا السؤال عشان احنا نسأل اللي فتح لنا الفرصة ان احنا نسأل سؤال بنعتمر واش من حقنا ها لكن بما انك سأل لويس مكسوني جيب كام اللي عايز يتسائل ها يتسائل ها احنا بقى هنجاوبك وحنسألك بس ياريت تجاوبنا طيب جاوب انت الاول لويس مكسوني جيب كام واعير بكام لويس مكسوني جيه في حدود سبعمائة الف دولار الرقم يعني مش متأكد بالزبط يزيد يزيد بسيط او يقل بسيط ده اني مش ده المهم لويس مكسوني جيه اللي عايز عندك فترة وبعدين عشان تقدر تجيب لعيب مكانه ايه انت قعرته ايه وديك سمعت رد النادي اللي استعاره وقال لك لان يوجد اي ضرر على النادي الاهلي من قرارنا الخاص بااا لويس مكسوني ايه فانت لما اخدت من وراه 150 الف دولار حاجة ازا كده يعني وطبعا وفرت راتبه لكن في نفس الوقت هو انت بما انك سألت هذا السؤال انت بقى من حقك تسأل نفسك هذا السؤال ولا مش من حقك رغم انه لعبتك ورغم ان حاله انت معني انك تبحثه وموضوع يخصك ما يخصش غيرك يعني انت من حقك مثلا يا كابتن انك تسأل اسماعيلي جبت مين ومشيت مين هو انت من حقك تسأل بيريمب انت جبت مين ومشيت مين يبقى زي من حقك تسألني انا النادي الان انا بعمل ايه وانت مالك بس انا حجوبك عشان الناس تعرف انه من حقك اسأل هو مين اللي سئل طيب اما وانه احنا اقرنا المبدأ خلاص من حقك كابتن خالد الغندور يسأل وحتى اذا كان ده مش من مش من المواقمة السليمة مية في المية لكن خلاص الرجل سأل والموانس عدل اجاب فيما يخص لويس ميكسوني بكل الوضوح انا هدخل بين الاثنين بين الكابتن خالد الغندور وكابتن عدل قيعي واسأل الكابتن خالد الغندور يمكن الاقي اجابة هو شريف علاء انا هسأل على مش ميكسوني واحد هسأل على 26 ميكسوني 26 لاعب عشان تعرفوا ان احنا لما بنسكت بنسكت لقى ان احنا ده مش شأننا اما وان الراجل قد للأمر لنفس الحق انه يسأل سأل وجاوبنا بس كمان نسأل هو شريف علاء زي مالك اشتراه من المقولين بتمانية مليون جنيه بعد شهرين مشي مجانا صح ولا لا ادي واحد عبدالله سيسي تم شراءه من المصري بخمستاشر مليون جنيه وتم الاستغناء عنه مجانا بعد موسم واحد بعد اعادة شراءه بتسعة مليون جنيه ثم اعارته لاتحاد الشرطة بخمسمائة الف جنيه ثم الرحيل مجانا مش بس كده تم شراءه من الشرقية بكام بتمانية مليون جنيه لمدة موسم ثم اعير للاتحاد السكندري بستمائة وخمسين الف جنيه ثم الرحيل مجانا ثم احمد حسن مكي تم شراءه من حرص الحدود بكام بستة مليون جنيه وبعد موسم واحد ميشي ببلاش محمد عاد الجمعة تم شراءه من المصري بستة ونصف مليون جنيه وبعد موسم ميشي برضو ببلاش حمد طلبة لحق بيهم تم استعارته من المقصة بواحد ونصف مليون جنيه ثم تم شراءه من المقصة بسبع مليون جنيه ثم ميشي ببلاش كابتن خالد فتحها على نفسه فتحها ابراهيم عبدالخالق تم شراءه من سموحة بتمانية مليون جنيه تمت اعارته لدجلة بعد موسم واحد بتلتمية وخمسين الف جنيه وتمت اعارته للمقاولين بربعمية وخمسين الف جنيه ثم ميشي ببلاش ميشي ببلاش ميشي ببلاش خمسة واحد من عشرة مليون جنيه ثم رحل بعد موسم واحد ببلاش محمد رمضان اشتره من بترجيت بستة مليون جنيه وبعد خمس شهور بس مش ببلاش سبع شهور تم شراءه من من انبي بتلاتة ونص مليون جنيه بعد سبع شهور بس مش ببلاش احمد دودار اللي دوشنا في البرامج تم شراءه من اتحاد الشرطة باثنين ونص مليون جنيه ومش ببلاش بن جمين اتشين بونج تم شراءه من الداخلية باثنين واثنين من عشرة مليون جنيه ثم راحل مجانا وقضية وفيها اتهامات رمزي خالد تم شراءه من الاتحاد بستة مليون جنيه وراح اعارة للمقولين بانتين وخمسين الف جنيه ثم اعارة للاتحاد كمان بنفس القيمة وبعد كده بعد موسم مش ببلاش معيد العجان تم شراءه من نفط الوسط العراقي بتلاتاشر ونص مليون جنيه وبعد موسم واحد ببلاش بهاء مجدي تم شراءه من الاسماعيل بسبعة ونص مليون جنيه وبعد موسم واحد لحق الجميع ومش ببلاش باسم مرسي تم شراءه من الانتاج الحربي باثناشر مليون جنيه وشوية اعارات وشوية اعارات ثم بعد كده مش ببلاش ايمن حفني تم شراءه من طلاع الجيش بعشرة مليون جنيه ثم الرحيل مجانا ثم استعارته مرة اخرى مجانا حسان باولو تم شراءه من سموحه بستة مليون جنيه وشوية اعارات لمدة موسمين ثم الرحيل مجانا احمد داودة تم شراءه من المقصة بسبعة مليون جنيه وشوية اعارات لمدة موسم ثم الرحيل مجانا يا كابتن خالد ما تنساش كمان محمود دونجا اللي تم شراءه من المقصة بستة مليون جنيه لعب موسم واعارة موسم ثم الرحيل ببلاش احمد مدبوه اللي تم شراءه من النصر للتعدين باثنين ونصف مليون جنيه لمدة موسمين ثم الرحيل مجانا اسلام جمال تم شراءه للزمالك من الجيش باربعة ونصف مليون جنيه وبعض الاعارات ثم الرحيل مجانا المصير الحتمي واللذيذ والسهل والخفيف ومحدش بيسأل لكن مع الاهلي كله بيسأل حمد النقاز تم شراءه من النجم الساحلي باثناشر مليون جنيه وبعد كده مش ببلاش كابونجو كاسونجو تم شراءه من الاتحاد بخمستاشر مليون جنيه ثم الرحيل ببلاش احمد كابوريا تم شراءه من المصر بتمانية ونصف مليون جنيه وبعد كده يرحل مجانا فرجان الساسي تم شراءه من النصر السعودي بتمانية وتمانين مليون جنيه ثم رحل مجانا اللي يا جماعة ستة وعشرين لاعب كلهم جن بقيم مختلفة انتو شفتوها وكلهم مشوا مجانا التأريد ده نقصوا حاجات اه طبعا نقصوا ابراهيم حسن ابراهيم حسن ده ليه بقول ابراهيم حسن ده صاحب اشهر قضية في الوسط الرياضي المحلي واللي بسببه النادي الاسماعيلي انتقل منه اللاعب الى نادي الزمالك ها اه ودفع غرامة خمس خمستعشر مليون جنيه وخد عقوبة عدم القيد وما زالت العقوبة مستمرة حتى اليوم لنادي نجوم المستعب اه بتاع الأستاذ محمد الطويل اه يعني اللعيب ده لو كان الأهلي اللي خده كان زمان مصر كلها بتتكلم يا أهلي زا تعمل كده في الاسماعيلي ادفع انت مسؤول عن هذا المبلغ صح ولا لا اه طبعا لكن طبعا لان تم الاتفاق برقم غير حقيقي بين الناديين فمحمد الطويلة برضو راجل مش سهله دارسه وواصله وبيتخطم مع الاتحاد الدولي وبيدفع عن حقه ده مش مذكور هنا خالص اي لان زمالك خده ومشاه بعد كده اه كويس اي طيب اه اه انت بتتكلم ولسه ما تكلمتش على الغر واحدة محمد إبراهيم لا يعني انت فيه لعائمتك انت اللي طلعتها برة ورجعتها وبيعتها ودفعت فيها فلوس ورجعتها يا كابتل خالد انت ليس قالت السؤال ده ما كنا سكتين ما كنا يا ابني سكتين ومش عايزين نتكلم لانه لا شأن لنا به ده شأن جمعية العمومية لنادي الزمالك جماهير نادي الزمالك مسألين نادي الزمالك واتحاد الكورة لان كل الغرامات اللي لسا انت كنت عايز ترصها برضو بلا رحمة طيب الزرامات لانه برضو الاهلي ما حدش مفيش لعيب لمحلي ولا اجنابي راح للمحكمة ضد الاهلي وطالب بحقوق بالعكس الاهلي هو اللي راح للمحكمة ضد عبدالله السعيد لكن خلينا نقول بالنسبة تم الحكم على نادي الزمالك في قضية اللاعب حسام أشرف بغرامة 200 ألف يورو ويقاف اللاعب أربع شهور ومنع الزمالك من القيد تم الحكم على نادي الزمالك بغرامة مليون يورو في قضية محمد إبراهيم تم الحكم على الزمالك بغرامة 600 ألف يورو في قضية اللاعب الأردني خالد سعد تم الحكم على الزمالك بغرامة 900 ألف دولار في قضية بنيمين أتشنبونغ تم الحكم على الزمالك ب662 ألف يورو في قضية كريستيان جروس تم الحكم على الزمالك بغرامة 72 مليون دولار 2 مليون دولار و700 ألف قضية خالد بطيب أيضا تم الحكم على الزمالك بغرامة 470 ألف دولار في قضية جيمي باتشيكو المدرب البرتغالي تم الحكم على الزمالك بـ 8 مليون جنيه غرامة في قضية معروف يوسف تم الحكم على الزمالك بغرامة 910 ألف دولار في قضية شيكابالا تم الحكم على الزمالك بغرامة 80 ألف دولار في قضية أليكس كوستا تم الحكم على الزمالك بغرامة 1.2 مليون دولار في قضية جونيور أجوجو وتم الحكم على الزمالك بغرامة 1.2 مليون دولار في قضية أليكس مندومو وتم الحكم على الزمالك ب700 ألف دولار في قضية كريم الحسن طبعاً الأمر يخص الزمالك في إدارات مختلفة ده مش مقصود بالإدارة الحالية ولا الإدارة السابقة لكن يخص الكابتن خالد الغندور وفكر الكابتن خالد الغندور واهتمام خالد الغندور أن يسأل وهو كمان موجود مع كل الإدارات السابقة والله لكن أنا فيه حكم عايز بس أتوقف عنده لأنه بيتربضت دلوقتي وبيربطوه بقضية كهرباء الغرامة بتاعة شيكابالا الغرامة كانت على مين؟ على اللاعب والنادي بس يتحملها اللاعب شيكابالا جاله قاعد فترة بياخد ألف جنيف شاه ويتخص منه المبالغ اللي سددها النادي نيابة عنه وده حق النادي بل لنادي من حقه أنه يدافع عن حقه لكن أنت اللي خليتنا نجاوب في حاجات بصراحة ما تخصناش في أكتر من كده حاجة إحنا بس بصناه لك الأسئلة دي عشان وإنت بتسألنا جاوب على الأسئلة دي فين اللي يخصك لأن السؤال بتاعنا ما يخصكش